اليوم الفيديو يعني رح يكون شوي مختلف عن باقي الفيديوهات الفيديو تاع اليوم بدي أحكي عن قصة شاب فلسطيني وهاي القصة مش بس لهذا الشاب الفلسطيني كتير شباب فلسطينية قاعدين بيعيشوا هاي القصة مو بس شباب نسوان أطفال كبار بالسن كتير قاعدين بيعيشوا نفس هاي القصة بس الضوء ما عم بتسلط عليهم أما هذا الشاب بتسلط عليه الضوء لأنه عنده صفحة بالتكتوك في واحد تكتوكر التكتوكر هذا شاب فلسطيني بيورجي كيف يعيش حياته بغزة بيورجي كيف انه انا مثلا الصبح بعمل زي هيك انا بطبخ هاي الطبخة انا هيك بتحمم من هاي القصص يعني فيديوهات عفوية جدا ما بيغلط حتى بفيديوهاته حتى بفيديوهاته يعني مش بيحكي يا الله ياخدهم ولا انه بيسب عليهم بس اعد بيورجي الناس الحياة اللي هو قاعد بعيشها بغزة وقرروا انه يستهدفوا ومات استهدفوا ومات لانه مش عاجبهم انه بينشر هاي الاشياء بالسوشال ميديا ما عاجبهم انه قاعد بيورجي الغرب وبيورجي العالم لانه كتير كان قاعد بيجي بمشاهدات يعني مشاهدات بالملايين قاعد بيجي خمسة مليون أربعة مليون سبعة مليون مشاهداته جدا عالية وهم ما شافوا اكيد هذا الشي وما عجبهم فحكوا لازم احنا هذا نخلص عليه ما بنقدر هيك نخليه ظلوا قاعد بيعمل هاي الفيديوهات هيك قاعد بيئذينه لانه كتير حتى ناس بالغرب صاروا يشوفوا الفيديوهات تاعته ويحكوا عليهم يحكوا كيف انه هادول قاعدين كتير بيظلموا الشعب يلي موجود بغزة قاعدين بيظلموا الفلسطينية معايشينهم حياة جدا سيئة وهادول ما لهم دخل بالحرب يعني هادول سكان ساكنين بغزة ما لهم دخل بالحرب ما قاعدين بيشاركوا بالحرب فالمفروض على الاقل يعني هم ما يوفروا لهم الماء يوفروا لهم الغذاء الانترنت البيوت ما يقعدوا يقصفوا الاخضر واليابس بس سبحان الله يعني في ناس زي هيك ما عندهم قلب وبيفكروا حالهم هم المظلومين انا بشوف كتير يعني بالانترنت منهم هادول اللي بيدافوا عنهم بيكونوا هم كمان منهم من هادول من الدولة هديك ما بدي حتى احكي اسمها يخزرطة اقرف اقرف حتى احكي اسمها الفض الاسم تاعها المهم انه بشوف بالانترنت مثلا بيعملوا معاهم مقابلة وكتير بيرسموا حالهم انه هم المظلومين انه يا الله احنا اللي هيك صار فينا احنا اللي انظلمنا احنا ما كنا بدنا اي اشي من هذا المكان هم طبعا كانوا كل سنة اجباري هيك يعملوا اشياء وبيعملوا هيك اشياء كل سنة يعني بالعيد برمضان فاهمين كيف بيشوفوا كيف المسلمين اللي موجودين هناك بغزة قاعدين مبسوطين فخلينا نخرب عليهم بالعيد خلينا نخرب عليهم برمضان يعني من قبل ما اصلا صارت كل هاي القصص هم كانوا اصلا هيك يعملوا المهم هلا خلينا نرجع على هذا الشاب الفلسطيني بالبداي بدي اوارجيكم اخر فيديو شو الفيديو الاخير اللي نزلوا نزل هذا الفيديو من تقريبا يعني عشر ايام ومن بعدها اختفى بطل ينزلوا بالاخر طلع خبر وعرفوا الناس انه هو مات المترجم بشيئر طبعا عندهم هلا كمان بالصيف كتير في حرارة كتير حرارة وبالشتاء كتير برد فبالصيف قاعدين بيعيشوا بهذا الشوب حتى عشان بس يبردوا حالهم شوي وين قاعدين بيحطوا الخيامتاعتهم جنب البحر عشان كل شوي مثلا ينزلوا على البحر يبردوا على حالهم ويرجعوا على الخيامة وبالآخر هدلاك اللي موجودين هناك بالطرف التاني بيعدوا يحكوا كيف انه احنا عايشين برعب وعايشين بخوف بسبب اللي سووا الفلسطينية فينا نفاق بشكل مو طبيعي ودائما بيلعبوا دور الضحية زي ما انتو شايفين محتوى جدا عادي ما بيغلط فيه على هداك الطرف التاني ما بيحكي اي اشي غلط ما بياخد حتى جهة ما بيعد مثلا بيحكي انا واقف مع هدول ويالله بدي احارب ما بيحكي اي اشي هيك بس بيورجي كيف حياته بغزة حياته بالحرب ورح أورجيكم هلأ كمان فيديوهات تانية لإلو هيك كل فيديوهاته كل فيديوهاته عبارة عن هيك ها تانية اشعر؟ أجعب الان يجعلوني الكثير من الان كل فيديوات اي امحكي والريقان الضحية في مرحلة ومنحي الان جهة الدورة بالان من السماء فالفلات دورة ليست مشكلة انا بيغاني الباب والوناتون من دواجيكو من التنظر بيشكل مرة دورة ثم لنتهي عمزة جر ومو طبيعي يمكن تنظر كيفية كبيرة ومشفه نستعبر الأشياء حسنًا حسنًا، الطريقة الثانية حسنًا، دعني أظهركم كل ما يجب أن أفعله هو فقط فقط حسنًا 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 أنا أخبركم شكلهم ما أعجبهم أنه هو قاعد بيحكي إنجليزي والفيديوهات تاعته قاعدة بتوصل للأجانب وقاعدة بتفضحهم لأنه هناك قاعدين بيدفعوا فلوس الدنيا عشان يبينوا أنه هم المظلومين أنه إحنا يلي ما قلنا دخل هم اللي هيك عملوا بحالهم هم اللي قاعدين بيهجموا علينا فما أعجبهم هذا الأشي ما أعجبهم أنه عم بيجيب كتير مشاهدات والمشاهدات هاي كل ياتها عم بتروح عند الأجانب والأجانب عم بيكتبوا له تعليقات كتير يعني سبورتف قاعدين بيدعموا في الأجانب فما أعجبهم حكوا هذا لازم نتخلص منه أي حدا هيك بيطلع كتير وبيفضحهم لازم نتخلص منه إن كان بغزة إن كان بأي مكان هيتخلصوا منه ما بيصير لا تحكي الحقيقة ما بيصير تفضحنا لازم إحنا دائما نبين أنه إحنا الضحية طبعا يعني هاي الحياة اللي هم بعيشوها هناك يعني هاي فرصة كمان مو بس عشان نشوف ميدو هو اسمه ميدو هذا الشاب فرصة كمان نشوف الحياة اللي هم عايشينها هناك زي ما أنتو شايفين هيك بس خيامهم على البحر هاي الحياة اللي بيعيشوها وحتى هو بيحكي بهذا الفيديو بآخر الفيديو أنه أنا بهرب من الحقيقة اللي أنا عايش فيها أنه أنا عايش بحرب وعايش بخيمة وجنب البحر وما عندي حتى صابون ولا شامب وأقدر أتحمم لأنه كتير غالي هذا الإشي بإني أعد آخر اليوم وهي الشمس قاعدة بتغرب على البحر وأعد أتفرج على الشمس وهي قاعدة بتغرب الله يعينهم الله يعين أهل الغزة على هاي الحياة اللي هم عايشينها فيه كمان فيديوهات بنزلها كان إنه فيديوهات الأكل يعين فيه فيديوهات اللي أنا شو اليوم عملت بيومي فيه فيديوهات كيف أنا بتحممه فيه فيديوهات كمان الأكل نفس الإشي بهاي الفيديوهات بيحكي إنه رح أورجيكم كيف أكل بيحكي بالإنجليزي فهذا الإشي زي ما حكت لكم لا 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 ما بصير تحكي بالإنجليزي ما بصير توصل صوتك للأجانب هو طبعا يعني مرات بيعمل كمان فيديوهات للعرب بس أكتر إشي انشهر يعني عند الأجانب أكتر إشي انشهر وجاب مشاهدات كتير كتير عالية عند الأجانب ووقت هون هما ما عجبهم عند العرب خلص الكل بيعرف الحقيقة عند العرب فمش فارقة معاهم احكي عربي وقعد افضح فينا مش فارقة معاهم عند العرب بس عند الأجانب هما عم بيدفعوا فلوس كتير عشان يحاولوا يغسلوا مخهم إنهم المظلومين فما بيقدر واحد هيك يطلع من غزة ويقعد يفتح فيهم فعشان هيك لازم نتخلص منه يلي أنا انصدمت منه واللي زعلني انه ما في ولا واحد عربي يحكى عن هذا الموضوع مع انه هذا الموضوع صلوا تقريبا يعني خمس أيام من لما اكتشفنا انه هو توثى بس ما في ولا واحد عربي يحكى عن هذا الموضوع والأجانب كلهم طلعين يحكوا أجانب كتير طلعوا يحكوا عن هذا الموضوع كمان شغلة صاحبه هاي نسيت أحكيها انه هو كمان كان مشترك مع ناس يساعد ناس انه يزرعوا بغزة ليش؟ لأنهم عادين بحاولوا يؤتلوا هذا الاشي مثلا اي اشي مزروع بيقصفوه بيروحوه مثلا مزارع كتير مزارع روحوها اختفت ليش؟ عشان ما بدهم ياهم يأكلوا بدهم يجوعوهم من الآخر فهو كان مع قروب وهذا اللي قروب انه احنا بدنا نزع احنا بدنا نرجع الحياة بغزة فكمان بيكونوا ما عجبهم انه هو هيك قاعد بيعمل لا ما بسيط ترجع الحياة بغزة الكثير منكم يسألوني لماذا أجعلني أجعلني لأجعلني أجعلني أجعلني أنا أعطي الحياة إلى الأرض they're taking away life but I'm bringing it to earth he was 19 years old he's just like you he had dreams he had aspirations he was a human being he had loved ones around him and in spite of the horrifying realities of existing under a j**** he tried to still maintain a positive outlook every single day it is crazy to me that like a j**** apartheid regime that we are completely locked in on defending can just snuff out a light like this هو هذا حتى من صدم هو هذا من أمريكا أصله تركي بس اتجنس وصار أمريكي ومن صدم قاعد بيحكي بآخر الفيديو هذا الأجنبي أنه أنا مش قادر أصدق كيف أنه قاعدين إحنا مندافع عنهم بأي طريقة ممكنة قاعدين بيدافع عنهم الناس كتير هناك بأمريكا في منهم مغسو المخهم وفي منهم يعني خلاص بدهم يدافع عنهم فاهمين كيف أنتو لأنه هاي لمصلحتهم بالذات هدول الأكبار اللي فوق هاي لمصلحتهم بدهم يدافع عنهم عن جد إشي مجنون أنه كيف في ناس قاعدين بيشوفوا أنه هدول هم الأشرار مثل هذا مثلا اللي مات اللي أتلوه بيشوفوا أنه هو الشرير هو الغلط وهو اللي ما لازم يضلوا عايش وهذا لكن اللي هناك اللي قاعدين كل شوي بيرموا هدول المساكين وهدول المظلومين حبيت أنا أطلع أحكي عن هذا الموضوع لأنه حرفياً واحد عربي ما لقيته حاكي عن هذا الموضوع ولا حدا عربي دورت بالتيك توك عن هذا الموضوع لقيت ولا واحد عربي حكي بس أجانب مليان فعشان هيك حبيت أحكي أور جيكم عن اللي قاعد بيصير هناك ما تفكروا أنه خلص كل إشي وهياهم عايشين مرتاحين هناك لأنه في ناس حتى بس أشوفهم بالشارع بيسألوني مثلاً آي أخي شو صار صاح خلاص هلأ الوضع تمام هناك لا الوضع مش تمام لسه لسه قاعدين ماكلين هوا هناك لسه قاعدين بالضمو فيهم وما بدهم حتى حدا يطلع هاي الأخبار أنه هم قاعدين بيعيشوا هاي الحياة لأنه زي ما أنتوا شايفين أتلوا هذا الولد المسكين عمره 19 سنة عنده حلم عنده حياة كان المفروض يعيشها بنفسه يحقق أشياء بحياته زيه زيك زي أي مراهق موجود بالعالم زي أي شاب عنده أحلام زي ما أنتوا شايفين حتى في فيديو إله كان قاعد بيرسم بوات عشان كان نفسه هو أنه بعدين بس تخلص الحرب أنا بدي أصنع بوات وبالآخر هيك بكل سهولة اختفى روحو ومو بس هو اللي قاعد بيصير هيك معاه كتير ناس هناك قاعد هيك بيصير معاهم بس هو اتسلط عليه الضوء لأنه عنده تيك توك لأنه عنده متابعين بس ناس كتير هناك ما عندهم متابعين أطفال ما عندهم متابعين نساء ما عندهم متابعين كبار بالسم ما عندهم متابعين عم بيصير فيهم نفس الإشي بس ما عم بتسلط عليهم الضوء الله ينصرهم والله يعينهم الله يفرج عنهم بأقرب وقت وبس والله هذا هو الفيديو لليوم ونشوفكم على خير فأمان الله